شكراً لكم على كلماتك وبناء على روح أوساكا نتمنى أن يكون هناك تعميق للنقاش حتى نهاية نوفمبر بأكثر ضرقة ممكنة ونود أن نكون منتجين وأن تتولى السعودية هذه القيادة إن مجموعة العشرين لها مسؤولية الانخلاط في مناقشة عميقة من أجل الوصول إلى خلول فيما يتعلق بكل المشكلات التي يتعرض لها العالم وفيما يتعلق بالاستدامة فإن مسؤولاتنا كبيرة في هذا المجال وبناء على إعلان قادة أوساكا هناك نقاط لأضرية المشاركة التي علينا أن نتعاون عليها وأن يكون هناك مستقبل أكثر إدماجا وأتمنى بأن بقاءكم القصير في أوساكا أمنعكم بهذه المدينة الجيدة التي فيها التقاليد المهمة والمعالم السياحية وهذه الاستضافة المهمة وأشكركم على نجاح قمة أوساكا بتعاون قادة المجموعة العشرين لندخل في حقبة جديدة وهنا أعلن أن إغلاق قمة أوساكا لمجموعة العشرين شكرا شكرا